السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الحلقة الثانية في حوار هادئ مع ملحد اتكلمنا في الحلقة الاولى عن قول الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها في الحلقة دي هنتكلم على حاجة تانية خلونا بس نفتكر نمشي مع صديقنا الملحد كده هو بيدعي ان الرسل كلهم دول نصابين وكذبين ومؤلفوا هذا الكلام وبيدعي بالتالي يعني بالتبعية ان محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرسل من عند رب العالمين خالق السماوات والارض والشمس والقمر والارض والجبال بيعتقد انه هو كدهب وانه مؤلف المصحب خلاص فاحنا قلنا له اول واحدة اللي هي بتاعت والشمس وتجري لمستقر لها برضو عايزين دلوقتي بنتكلم على احد الابحاث العلمية يعني عمل طفرة كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت دي اللي هو بيقول عليه الانترنال ويفز او الامواج الداخلية اكتشفوا ان في امواج داخلية يعني الموج بتاع البحر اللي احنا بنشوفه ده مش هو الموج الوحيد لا في امواج تحت في الايه في البحر طب السؤال دلوقتي احنا بنتكلمش على الناس اللي عايشين في الصحراء زي قريش مثلا هو منهم محمد صلى الله عليه وسلم خلاص احنا بنتكلم على البحرين بنتكلم على الناس اللي مولودين في البحر مولودين على ساحل البحر اوكي تعرفها ازاي دي يعني الناس اللي بتغتص الناس اللي بتعوم يعرف من اين ان في امواج تحت تجيبها ازاي دي طيب لو قلنا الكلام ده الواحد من 200 سنة من 300 سنة من الموج اللي انت شايفه ده في امواج زي وكده بس تحت هيقول عليك ايه طب ليه برضو الرجل هذا الرجل اللي قاعد في الصحراء خد بالك تولد وتربى وكبر ومات في الصحراء تمام ليه يزنق نفسه الزنقة دي ليه اصلا يتكلم على حاجة هو ما شفهاش زي البحر تمام وليه يزنق نفسه الزنقة الغريبة دي مش احنا اتفاقنا ان هو عايز يقنع الناس عشان يلموهم بقى ويعمل امبراطورية او يعمل كذا او يعمل كذا خلاص هو قاعد فقير لغاية اخر يوم في عمره كنت لك يعني وما كانش بيحب العظمة او مش احنا بقى نتكلم على الحكاية دي في الحلقة القادمة يعني هو عايز ايه يعني هو بيعمل كل ده ليه بيحارب العالم كله ليه اصلا خلى العالم كله يعادي عاش في خطر طول حياته معرض للموت معرض للا الاعداء عدى البشر كلهم تاري ليه بقى عشان ايه عشان فلوس كان بيحط حجرين على بطنه من الجو تمام مات في بيت كده كان بينام على التراب بصلا بينام على التراب حاجة كده حصيرة كده خشنة نشفة حاجة صعبة جده عظمة وقبها كان بيقولهم انما انا عبد اكل مثل ما يأكل عبد واشرع مثل قولوا عبد الله كانوا بيقولوا انت سيدنا وابن سيدنا وانت افضلنا بس اوعوا تقولوا الكلام لأتوا انا عبد اكل ايقعد مع الفقير والمسكين وكذا 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 تمام ف ليه كان بيعمل كل ده ما نعرفش المهم انت بتقول انه هو ذكي واحد ذكي وقاعد مبدع كده قاعد بيتفكر في الكون وقاعد بيقلف بقى الكلام ده عشان يضحك بيه على الايه يضحك بيه على الناس اوكي فليه يتكلم على حاجة هو ما ما بيتعاملش معها يتعامل مع الصحراء يتعامل مع الجمال يتعامل مع السماء الارض الشمس ماشي لكن يحش خش في البحر لا ويتكلم عن حاجات احنا بشايفينها اصلا يقول ايه بقى القرآن بقى احنا بنقتنع بنعتقدنا كلام ربنا انت حضرتك بتقتنع ان ده تأليفش خلاص بيقول ايه بقى او القرآن بيقول ايه بيقول كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه ايه من فوقه موج من فوقه سحاب تاني يا ظلمات في بحر لجي يغشاه موج يعني البحر ده اللجي ده العميق تمام فيه امواج من فوقه موج فوق الامواج دي امواج لو واحد سيلر يعني بحار عايش طول عمره في البحر يعرفها ازاي دي يجيبها ازاي دي ثلاث وبعد 1400 سنة نكتشف ان الكلام ده صح فعلا ان فعلا فيه موج داخلي فيه امواج داخلية وفيه السيرفيس ويفز اللي احنا بنشوفها دي اللي هي الامواج الخارجية ايه يا جميل صدفة طيب واللي فاتت صدفة برضه والشمس تجري اللي مستقرر لها سولر ايبكس صدفتين خد بالك بس ان لو حد بيكتب كتاب هو الكتاب على فكرة القرآن مش كتاب علمي أصلا هو كتاب كتاب هداية ولكن يعني ذكرت فيه بعض الامور الايه الكونية خلاص فلو حد بيكتب كتاب وحد نصاب او كتاب او حتى متأمل او وبيكتب كتاب وذكر فيه حواق كونية من 1400 سنة هتلاقي فيه اخطاء علمية تهلك من الده تموت من الده لكن احنا عاديين دلوقتي بنتكلم على حاجات غريبة جدا صدف كل دي صدف يعني الاولانية دي واحدة التانية صدف طب لتنين مع بعض صدف طب اللي جاي كله اللي في الحلقات اللي جاية ان شاء الله صدف طب هو كان عايز ايه برضو هو كان عايز ايه بكل ده ها هو ولا خد سلطة ولا خد فلوس ولا خد اوبها ولا خد اصور ولا خد اي حاجة تمام فكر ولو لو لقيت رد اكتف الكومنتات بس يعني عشان خطري بلاش بالله عليك عشان انت مش مقتنع ان في الله اصلا تمام عشان خطري او بلاش عشان خطري عشان خطر الكون عشان خطر البكتيريا الملوسة اللي انت جاي منها انت اللي بتقول عن نفسك كده على فكرة انا مش بحزك او الزعيم بتاع كله هوكينج ده كان بيقول ان احنا حسالة كيميائية خلط فيا استاذ حسالة بلاش ترد ردود سخيفة يعني رد ردود كده عشان ما تضحكش الناس عليك اوكي واحدة بتاعت الشمس والتانية بتاعت الانترنل ويبس اوكي مرة جاية واحدة كمان السلام عليكم